السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معدنا امام محاضرة جديدة من محاضرات قناة مستر طريق سعد. ان شاء الله ان هبدأ النهاردة شرح ميديول الورد اللي طلبة الايس ديال وطلبة الايس ديال تيتشر. الميديول ده جماعة ميديول عملي. يعني لازم تتدرب كويس. يعني ما ينفعش احفظ اسئلة او اذاكر من ورق وروح امتحنه. لازم تجرب الميديول باديك عالكمبيوتر. وفي حاجة مهمة جدا عايز اقولها عن ميديول الورد. ميديول الورد سهل من الصعب. لكن المشكلة فيه في الوقت. يعني المفروض ان انت تتدرب ويكون عندك نوع من انواع السرعة عشان تقدر تنجس كل الاسئلة في الفترة الزمنية بتاعت الامتحان. امتحان مدته خمسة واربين دقيقة. بيجيلك ستة وتلاتين سؤال. معظم الاسئلة ومعظم المشاكل اللي كانت بيجيلي من الطلبة في ميديول الورد هو ان الوقت مش بيكفي. وقت الامتحان مش بيكفي. الاسئلة مستر عارفينها. الاسئلة سهلة. بس احنا بجميع الحق نخلص. ومتكون الاجابة في جميع الاحوال. اتدرب كتير. اتدرب كتير. ولازم تفهم السؤال. النهاردة هنركز في المحاضرة الاولى على الاسئلة اللي بتتكلم عن التعامل مع الملف. سواء بنيو او اوبن او سيف او سيف از. هنركز النهاردة ان شاء الله على اسئلة التعامل مع الملف. ويكون فيه محاضرة تانية وتالتة ان شاء الله للتركيز على باقي اجزاء مديول الورد. نبدأ مع بعض على بركة الله السؤال الاول. بيقولك فيه. معناها بالعربي. ما لم يطلب منك لا تقم باغلاق اي مستند. مدى ما طلبتش منك ما تقفلش المستند. لان ممكن يكون السؤال اللي جايه بعدين مبني على هذا المستند. السؤال بيقولك create a new document. انشئ مستند جديد. using the sample template or in letter and save as history document and documents let me close the document. السؤال ببساطة جدا تلت اسئلة في بعض. الجزء الاول بيطلب منك تنشئ ملف جديد. عشان اركز معك. لانشاء ملف جديد. توجد في الورد ثلاث طرق لانشاء الملف الجديد. وكلها بتيجي من قايمة file. امر اسمه new. يبقى اول حاجة عشان اجواب على السؤال. من قايمة file هاروح الامر اللي اسمه ايه? new. في new. file new. هلقى عندي حاجة اسمها blank document يعني مستند فارغ. في طريقة تانية اسمها sample template او مستند مبني على قالب بسيط. او new from existing. يعني ملف مبني على قالب موجود في مكان ما في الجهاز. طب نروح للسؤال. هو بيقول لي ايه? انشئ مستند جديد مستخدما sample template. يبقى انا هروح لمين فيهم? اهي. من السؤال sample template. يبقى sample template. مش كده. هروح اختار sample template. menu. وجواها هدور على template اللي اسمه. خلي بالك هو وقف في الاول. ممكن يكون مش باين قدامك. فلازم تنزل بالسكرولينج ده. عشان تروح تنزل لا يفضل نازل. لغاية ما تروح للقالب اللي هو عايزه. تختاره. وبعدين تدوس على ايه الزورة اللي اسمه create. كده انت خلصت الجزء الاول من السؤال. انشأت ملف جديد بابنى على قالب اللي هو عايزه. الجزء التالت قال لي and او التاني and save as. احفظه باسم history. طب احفظ منين? قاعدة الحفز برضو. من file save as. وعندي ثلاث حاجات ممكن يسأل فيهم في الحفز. هروح الاول لفايل. save as. هتظهر شاشة الحفز. حيث يمكن من خلالها تغيير اسم الملف في الفايل name. او مكان الملف. او save as type نوع الملف. يبقى هو بيسأل في الـ save في ثلاث حاجات. اسم الملف. نوعه. مكانه. ده عن شو بقى السؤال. عندي save as history. يبقى عايزي غير الاسم. هسميه history. مش كده. in document حطه في document. هتأكد من المكان او اغيره. اتأكد من الاسم. وبعد اقول له save. الخطوة الثالثة close the document. او الجزء الثالث من السؤال. اقفل المستند. تمام? واخد السؤال step by step. عشان ما يبقى الصعب عليك. هروح لفايل برضو. واختر امر اسمه close. يبقى لاحظ الثالث اوامر اللي احنا اشتغلنا عليهم في السؤال. كلهم جم من قائمة file. قائمة file هي قائمة التعامل مع الملف. كان فيها save as. وكان فيها close. وكان فيها new. هاختر close. يبقى كده افلت الملف. السؤال التاني. in the open document contribution document insert the copyright symbol. add the top of the document just after the heading learn with globe boxes. السؤال معنى بالعربي. في الملف المفتوح اللي اسمه contribution اهو. ادرج رمز ال copyright او حق النسخ. add the top. اعلى المستند. after the heading بعد العنوان اللي اسمه learn with globe boxes. دايما بقى في الاسئلة اللي فيها كتابة وادراج. اسأل نفسك سؤال. انت واقف فين? وهو عايزك تروح فين. انت واقف فين من استند الاسم contribution. بس انت عايز تقف بالمؤشر بعد العنوان اللي اسمه learn with globe boxes. هتقف بالمؤشر في المكان ده. ضع المؤشر بعض العنوان حسب ما قالك. وعشان ادرج رمز بدرجه من قائمة insert. بروح من تبويب insert اختار الامر اللي اسمه sample. اللي شبه حدوة الحصان دوت. باختاره. وبدور فيه على الرمز بتاع الكوبي رايد. طلبة كتير بيقولولي يا مستر طب احنا هنعرف الكوبي رات من نصر الرموز دي ازاي. اقف على الرمز المد الثلاثة اربع ثواني الورد بيكتب لك اسمه. افضل ماشي كده. لغاية ما تقف عنده هتلاقي الورد كتب لك جنبه كلمة كوبي رايد. روح داس كليك عليه بقى انت اتركت الايه الرمز اللي انت عايزه. تمام كده? السؤال رقم ثلاثة. in contribution document modify the heading. في الملف الاسمه contribution اه انا فعلا ما واقف عليه. عدل modify يعني عدل العنوان majestic agriculture to marvelous agriculture. يبقى هو عايز يعدل العنوان. هروح الاول للملف واروح للعنوان اللي هو عايزه. اهو كلمة majestic اهي هزللها. ازللها على فكرة ممكن بضبل كليك عليها. لو دوس دبل كليك على الكلمة بتتزلل. وابدأ استبدلها او اكتبها بالكلمة اللي اسمها marvelous. وتأكد ان اول حرف capital اللي هو حرف ال M عن طريق shift مع ال M. يبقى انا كده اكبدلت الكلمة بالكلمة اللي هو عايزه. السؤال الرابع. use the appropriate function to search for the first cycle of events and underline it. استخدم وظيفة مناسبة للبحث عن الجملة cycle of events. وحط تحتها خط. مدام قلي في السؤال استخدم وظيفة مناسبة. يبقى لازم استخدم امر. امر البحث جوه ال word من قايمة هوم. هاختر الامر اللي اسمه find. من هما هاختر مين? find. في find هتظهر لوحة البحث في الجانب كده. هكتب فيها cycle of events اللي هو كلمة اللي عايزها. وابدأ اقول له search. هيبدأ هو يزلل الكلمة باللون الاصفر. من قرد ما بيزللها باللون الاصفر انا بروح بسرعة للايكونة بتاعة ال underline ودوس كليك عليها عشان احط خط تحت الكلمة اللي هو عايزها. تمام كده? السؤال اللي بعدي. in the second line of the paragraph beginning the Egyptian mystery. بيقولك ايه? في السطر التاني من الفقرة اللي بتبدأ بكلمة Egyptian mystery. remove the tickets regular and replace it with the word constant. روح للكلمة اللي اسمها regular واستبدالها بالكلمة اللي اسمها constant. هنا سؤال مهم. هستخدم امر الاستبدال ولا استبدالها يا دوي. ما ده هو حدد لك المكان? يعني قالك في السطر التاني في الفقرة اللي بتبدأ بكزا. يبقى هو مش بيقولك يبحث. ده هو قالك على مكانها فين? فروح ظللها واستبدالها على طول. لكن لو قالك زي السؤال اللي فاتستخدم امر مناسب للبحث او للاستبدال. هتضطر تستخدم امر البحث والاستبدال. هنا هروح الاول للفقرة الاول اللي هو اللي عليها. اهي. هدور فيها على السطر التاني. هدور فيها على كلمة regular. اهي. double click على كلمة. هظللها. بعد ما اظللها اكتب ما كان على كلمة constant. يبقى انا كده اجاوب بتاع السؤال. السؤال اللي بعديه. insert the tickets it has influenced the art of decoration buildings in the modern age. ده عايز نكتب الجملة دي كلها. عش كده اقولك في الورد لازم تتضرب لازم تبقى سريع. لان هيخلك تكتب جمل وتكتب فقرات. ودائما ما تتوطرش. فكر كده. واحدة واحدة. انت واقف فين? في المستند contribution فعلا. هو عايز يكتب الجملة دي. عايز يكتبها فين? بيقولي. يجب ان يظهر النص كآخر جملة. في الفقرة اللي بتبدأ بكلمة. هدور على الفقرة اللي بتبدأ بالكلام ده. هنزل كده. اهي. ارتستيك ديكوريشن. وادي الفقرة. ديكوريتيف ارت هاس سين ديسكافرد. هو عايز بقى يقف في اخرها. ويحط الجملة اللي انت عايزها. انت هتروح دايس. كليك. في نهاية الفقرة. وتكتب الجملة اللي هو عايزها منك. وبعد يجب هتقول له سابميت. طيب. ابلاي اتليك بيقول لي طبق تنسيء الخط الميل على الجملة اللي هو ملونها باللون الازرع دي. هروح ادور على الجملة. اهي. استرمي انت تايم. ويظللها. واروح دايس على ايكونة مين? الاي او الاتالك اللي موجودة في الهو. سؤال سهل بسيط. السؤال اللي بعدي. change the color of the title. learn with globe boxes. to color of your choices. غيل لون العنوان للون من اختيارك. هطلع فوق بالمؤشر. عشان اظلي الجملة اللي هو قلي عليها او العنوان. واروح لهوم. واختر اي لون انا عايزه من لون الكتابة في حرف الاي ده. ودايما ابد عن اللون الاسود والابيد والاوتوماتيك. اختر اي لون غيرهم. تمام كده? السؤال اللي بعديه. move the last line list of farhers from the contribution document into the open document farhers as the heading and save. الاول هو عايزه نقل. الجملة الاخيرة اللي في المستند دوت ويحطها كعنوان في مستند تاني. يبقى اول حاجة سألت نفسي سؤال. انا واقف الcontribution هاو. هروح للجملة اللي هو عايز نقلها. او هزللها. بعد ما ازللها. اعمل لها ايه? هو عايز ينسخى ولا ينقلها. عايز نقلها. اموف. هزللها واقول له cut. اي كنت من هوم. بعد ما cut انا عايز اروح للملف التاني. طيب بروح للملف التاني زي المفتوح. قال لك من قايمة view عندك امر اسمه switch window. switch window ده بينتقل بين الملفات المفتوحة. افتحه. هتلاقي الملف التاني موجود. دوس click عليه. هيفتحه لك. اوقف في اول المستند. لان هو طالب منك تحطه في اول المستند. واعمل من هوم امر اسمه paste. يبقى الخطوات تاني. هنزل لاخر سطر. واحدد الكلمة. ومن هوم اقول له cut. وبعدين من view انتقل عن طريق switch window للملف التاني. واقف بالمؤشر في اول المستند. ومن هوم اختار امر اسمه paste. حاول تدرب نفسك. افتح ملفين. واكتب حاجة هنا. وحاول تاخدها cut او copy وحطها في الملف التاني. التدريب ده هيساعدك ان انت تحل السؤال في الامتحان بشكل اسرع شوية. تمام? السؤال اللي بعديه. طبعا هو طالب منك احفظ المستند. يبقى لازم بعد ما اخلص ادوس على ايكونتي save عشان احفظه. save the document. اه فارز as فارز list in the document lens. هو عايز يغير اسم الملف. برضو file save as. هروح لفايل save as. واختر الاسم اللي هو عايزه. اكتبه. وبعد انا اقول له. اتأكد بس المكان. ان هو document let miss. واقول له save. يبقى انا حفظت. الملف. السؤال الحداشر. answer the question in the document help. save the document. جاوب على السؤال في المستند help. تبقى انا واقف فين في مستند تاني. يبقى من view. هروح ليمين switch window. وابدأ انتقل للملف اللي هو اسمه help. طالب سأل لقل ما فيش طريقتين للانتقال. احنا متعودين من الوينز بننتقل من taskbar. لو taskbar ظهر عندك والملفات موجودة تحت. ممكن تنتقل من taskbar بالضغط على الملف اللي انت عايزه. فيش مشكلة. لو متظاهر روح لي view واختر switch window زي ما احنا قلنا واختر منها الملف اللي انت عايزه. انا في الملفة هو. ادي السؤال. بيلي which one is the following is the first line of the offline word help for what is clip organizer? السؤال بيقول لي بكل بساطة اي من الاجابات التالية هي السطر الاول آآ عند البحث عن الجملة what is the clip organizer? المساعدة او ال help في ال word? لو نرجع بالزاكرة في ميديول الويندوز في سؤال help. وخلي بالك سؤال ال help ده هيجيلك في ال ويندوز وفي ال word. وفي ال excel وفي ال powerpoint بنفس الطريقة. دائما هيخليك تبحث وتجيب الاجابات تقارنها بربع اجابات موجودين عنده. يبقى انا عشان اجاوب على السؤال ده لازم اعمل search help جوة ال help بتاع ال word. يبقى هعمل ايه الاول? من قائمة file هاختر امر help او من علامة الاستفهام الزرقة هاخد علامة ال help اعلى من الشاشة. هدوس عليها. اهي. باي طريقة من الاتنين. عشان تظهر شاشة ال help. هكتف شاشة ال help بالكلمة اللي هو عايز ابحاث عنها. what is clip organizer? بعد ما اكتبها هقول له search. هدوس على what is clip organizer اهو. عشان نشوف اول سطر فيها بيتكلم عن ايه. اهو. you can use microsoft clip organizer to collect and store clip. يبقى السطر ده هقرنه بالاربع اجابة. يبقى انه اجابة صح. اول اجابة هاخترها. يبقى اجابة بتاع السؤال بشكل صحيح. تمام كده? طيب السؤال الاخير. in help document delete the heading recent update at the bottom of the page. في المستند help اهو اللي انا واقف عليه. احذف العنوان اللي اسمه recent update اللي موجود اسفل الصفحة. وبعد ما تحذفه. then use appropriate command. استخدم امر مناسب لسترجاع لايه? الحسف. يبقى انا عايزه يحذف وبعد ما يحذف يعمل undo. تمام كده? هروح الاول لاخر المستند. هدور على الكلمة recent update. هعمل لها delete my keyboard. بعمل لها delete my keyboard. عايز ارجحها تاني عن الامر اللي اسمه undo اللي موجود في الشاشة فوق. اندو. يبقى انا كده جوابت على السؤال. وبكده يكون خلصنا المجموعة الاولى والمحاضرة الاولى من اسئلة الورد. اه شكرا و الى لقاء في المحاضرة التانية من محاضرات ميديول الورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.